المملكة العربية السعودية واقتصادي أقليمي وعالمي جوار ومودة ووشائج قربة تجمع تاريخ مملكتين بقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين انطلاقا من الثوابت التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية والتان تتشاركان المصير الواحد تجاه مختلف القضايا فضلا عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ما يجمع مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى من مشاعر الأخوة المتبادلة لا يوصف في سطور فما حققه البلدان حتى يومنا هذا من نمو مضطرد وكبير في علاقاتهما هو وليد تاريخ طويل جمعهما امتد لمئات السنين حتى يومنا هذا لتصبح هذه العلاقات أكثر قوة ومتانة والتي أدت بدورها إلى اتساع دائرة التنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بفضل حنكة ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وها هي المنامة تشارك الرياض احتفالاتها بعيدها الوطنية الحادي والتسعين اعتزازا بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين المملكتين وعرفانا بمكانتها وما تتمتع به من ثقل سياسي وأمني واقتصادي إقليمي وعالبي منذ تأسيسها قبل تسعة عقود وتقديرا لإنجازاتها التنموية والحضارية المتواصلة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين العلاقات البحرينية السعودية هي أنموذج ومنهج يدرس في الوحدة والتلاحم في ظل شراكة استراتيجية وطيدة وشاملة ورؤية حكيمة تدعم قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتؤيد القضايا العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر